السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهارة جماعة وزير الخارجية قال له لن نتهاون في حق من حقوق المصريين بقضية سد النهب وقال سامح شكري وزير الخارجية أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعي مصالح شعبها ولا نتهاون أبدا في حق من حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين في قضية سد النهب وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب أنه في هذه المرحلة تبحث مصر عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهب يراعي مصالح الدول السلاس مصر والسودان وأسيوبيا بشكل متكافئ متابعا نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الأسيوبي ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء طالما يراعي الحفاظ على المياه نحن نحن منتفحين وليس لدينا أي مشكلة ونرى أن الموقف المصري يحمل تطور منذ بداية المفاوضات طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة وأوضح الوزير أن الجانب المصري طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثيرا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات ونؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف مردفا نعلم جيدا أن هناك موانع فاصلة ونحن ندرك خطورة وحجم الوقت ومن الأفضل ألا نتكحن بشيء سلبي والمصار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكنغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في حل القضية يا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك معنا جماعة وفعل الجرس وعمل لايك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة أبو بلال السعيد